مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ترند وتويتا زي ما وظفتنا اننا نعرفكم الترندات المتصدرة في الوقت الحالي ووظفتنا كمان نعرفكم الترند الحقيقي من الترند الفيك في الساعة الاخيرة انتشرت صورة لطفل صيني عنده 14 سنة وبتقول الاغبار ان هو السبب في تعطل جميع وسائل التواصل الاجتماعي وان السبب اللي خلاقي يعمل كده ان فيسبوك حزرت له حسابه لمدة 7 ايام فكرر هو يقطع خدمات السوشال ميديا عن العالم كله ولكن الحقيقة بتقول ان الاغبار دي كلها ليس لها اساس من الصحة ومن الاخر كده الاغبار دي مزورة لان الصورة من متدولة هي صورة من 2014 على دي لميل وكانت الصورة لطفل صيني فعلا ولكن وقتها الطفل ده قام باختراك نظام المدرسة الخاص به علشان يحسن من درجاته فبالتالي ما فيش اي علاقة تربط بين الطفل ده وما بين تعطل جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي حصل في ال 24 ساعة الاخير ده كان موجه السريح حابينا نعرفكم فيه الخبر الفيك من الخبر الحقيقي اشوفكم في حلقة تانية من تريندو تويتا